اهلا ومرحبا بكم في آآ حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. نرحب في بداية الحلقة بالاستاذ الفاضل الاستاذ عبد الحميد حسين. اهلا وسام حميد. اهلا وسام حميد. اهلا وسام وانتوا طيبين. آآ المواسم الاسلامية. ما شاء الله بتتعايد علينا. آآ كل سنة وانتوا طيبين بوناسبة المولد النبوي الشريف. آآ روحانيات جميلة نتذكرها في هذه الايام المباركة. وبنشارككم قناة النيل التعليمية وبرناموكم المفضل لنرسع للهواء. بنهنيكم آآ بهذا ايه العام وهذا المولد الذي كانت آآ فيه آآ اكبر هداية للبشرية وللعالمين وللأمة بالكامل آآ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والنبيين ارسله الله سبحانه وتعالى هداية للعالم اجمع مناسبة عظيمة من اعظم المناسبات الدينية والاسلامية التي يجب ان نحتفل بها. في بداية الحلقة احنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند معاهدة لندن وفرماني في فبراير ويونيا الف تبنمية واحد واربعين. اتكلمت عن اثار معاهدة لندن كيف كان لهذه المعاهدة الاوروبية العثمانية اثارها السلبية على مصر. كيف حرمت هذه المعاهدة محمد علي من كل انتصاراته الداخلية والخارجية. كيف اعادت مصر الى حدودها الاصلية. محمد علي لم يستطيع رفض هذه المعاهدة لتأخب اوروبا لحربه وضربه وتدميره. استكمالا للقيود التي فرضتها الدولة العثمانية اصدر السلطان العثماني فرماني في فبراير ويونيا الف تبنمية واحد واربعين. كان لهم اكثر التأثير السلبي على مصر اكثر من مؤاهدة لندن. حيث ادى الى تأخير استقلال مصر النهائي عن الدولة العثمانية. وكانت فرصة الاستقلال الفعل مؤاتية بعد انتصارات محمد علي على السلطنة. زل وضع مصر للدولة تجاه الدولة العثمانية. طبقا لمعاهدة لندن الف تبنمية واربعين وفرمان الف تبنمية واحد واربعين حتى عصر اسمائي. استكمالا لضرب مصر من الدول الاوروبية. واستكمالا لازبات ان الدول الاوروبية لا تريد علوا لمصر في هذه الفترة. نتحدث اليوم عن انهيار سياسة الاحتقار وآثاره على مصر في جميع الجوانب المختلفة. الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعسكرية. معاهدة بالتاليمان بين انجلترا والسلطان العثماني وظروفها. نشوف مع الساب الحميد معاهدة بالتاليمان وظروف المعاهدة. ونرجع نتكلم عن الاسئلة الكتيرة اللي في المعاهدة. فضل السلام. فضل السلام. انا عارفين طبعا ان بعد حركة الكشوف الجغرافية في العصور الحديثة بدأت حركة الاستعمار. الاستعمار اراد من بلادنا شيئين. المواد الخام ويريد تكون ببلاش. ثم السوق لتصريف المنتجات باغلى الاسعار. فمحمد علي بسياسة الاحتقار افل السوق المصرية على كل منتجات اوروبا. اكتر دولة مهتمة بمصر بعد الحملة الفرنسية هي انجلترا. فانجلترا علشان تقضي على سياسة الاحتقار اتصلت مباشرة بالسلطان العثماني لانه صاحب الولاية على محمد علي وعقدت ما يعرف بمعاهدة بالطاليمان التجارية. اللي هي بنقول تحت عنوان انهيار سياسة الاحتقار. فهنا بقول اول حاجة. ايه اسباب عقد المعاهدة؟ معاهدة بالطاليمان او معارضة الدول الاوروبية لسياسة محمد علي الاقتصادية او موقف بريطانيا من سياسة محمد علي الاقتصادية. اول شيء بنقول ان محمد علي كان يقف حجر عسرة امام الرواج التجاري الاوروبي في مصر. محمد علي بسياسة الاحتقار الاقتصادي اللي طبقها كان بمثابة حجر عسرة امام الرواج التجاري اللي كان منتشر في مصر. تاني حاجة مصر اغلقت اسواقها امام المنتجات الاوروبية. تالت نقطة حاجة اوروبا الى اسواق بعد الثورة الصناعية. يبقى انا في الحتة دي قلت انهيار سياسة الاحتقار. اسباب عقد معاهدة بالطاليمان. موقف بريطانيا من سياسة الاحتقار. ثم معارضة الدول الاوروبية لسياسة محمد علي الاقتصادية. واحد ان محمد علي بنظام الاحتقار الاقتصادي اللي طبقه كان حجر عسرة امام الرواج التجاري الاوروبي. نمرت اتنين السوق المصرية الواسعة تقفلت امام المنتجات الاوروبية. هم كانوا عايزين اسواق كتير بعد الثورة الصناعية. يبقى دية اسباب عقد المعاهدة. المعاهدة اللي هي بالطاليمان التجارية في اغسطس الف تمنمية تمانية وتلاتين. لو جينا نقول ايه طبيعتها? اتفاقية تجارية. هي عقدت في بالطاليمان في تركيا. طبيعتها اتفاقية تجارية. الاطراف اللي فيها بريطانيا والسلطان العثماني. طيب المعاهدة دي بتقول ايه? نصصها بتقول ايه? بتقول اول حاجة ضرورة الغاء نظام الاحتكار الذي يتبعه محمد علي على ان يبدأ التنفيذ في يوليا الف تمنمية تسعة وتلاتين. زي بسن صلح اميان. كان في مارس الف تمنمية واثنين. طبق في مارس الف تمنمية وتلاتة. يبقى ضرورة الغاء نظام الاحتكار الذي يتبعه محمد علي على ان يبدأ التنفيذ في يوليا سنة الف تمنمية تسعة وتلاتين. طيب موقف محمد علي ايه من المعاهدة? هل محمد علي وافق فور صدور الاتفاقية على تنفيذها? لا. محمد علي رفض تنفيذ اتفاقية بلطة ليمان لسبب داخلي وسبب خارجي. سبب داخلي حفاظا على الانتاج الداخلي في مصر. السبب الخارجي ابقى على قدرته على تسويق نظام الاحتكار في الخارج. طيب بعد كده ممكن نقول ايه نتائج تطبيق بلطة ليمان. هي اتطبقت فورا. محمد علي رفضها. لكن تطبقت في اطار تسوية لندن. يبقى نتائج تطبيق معاهدة بلطة ليمان في اطار تسوية لندن الف تمنمية واربعين. بنقول كده عنوين ثلاثة صغيرة كده. نكتبها في ورقة. سقوط دخول سيادة. سقوط نظام الاحتكار اللي كان بيطبقه محمد علي. يعني نرفع ايد الدولة عن دورها الاقتصادي وانسيب المنتجين احرار. دخول الاستثمارات الاجنبية في مجال توظيف المال والانتاج بمقتلط اتفاقية تجارية مع مختلف الدول. تالت نقطة سيادة مناخ الحرية الاقتصادية وان كانت لصالح الاجانب اكتر من المنتج المصري. بكده عرضنا بلطة ليمان موقف محمد علي منها نتائج تطبيقها في اطار تسوية لاندا. تمام. شكرا سلام حميد. طبعا شوفنا مع بعض معاهدة بلطة ليمان. نقدر نتكلم هنا في اجازة في كلمة واحدة اهم معاهدة في كتاب المدرسة وفي منهج التاريخ للقسم الادب السنة دي معاهدة بلطة ليمان. معظم اسالة بلطة ليمان لما بتيجي جولات في الامتحام بيتجيبش اسم بلطة ليمان. او بنقول الاسئلة اللي فاستنتاج شوية ما بتجيبش اسم بلطة ليمان. زي ما وضح الاستاذ مشكورا معاهدة بلطة ليمان معاهدة تجارية. طب احنا عايزين نحط كزا سؤال كده حوال معاهدة بلطة ليمان. هنكتب مع رصاب حميد كده اسئل خلق علاقة على بلطة ليمان. واحد ما العلاقة بين نظام الاحتقار نظام الاحتقار ومعاهدة بلطة ليمان. اتنين ما العلاقة بين نظام الاحتقار ومعاهدة بلطة ليمان. النقطة التانية ما العلاقة برضو بين بين احتقار محمد علي بين احتقار محمد علي سياسة الواردات سياسة الواردات وضرب الاقتصاد المصري او انهيار الاقتصاد المصري سؤال برضو تالت على العلاقة على نفس الفقرة ما العلاقة بين الصورة الصناعية الصورة الصناعية وضرب الاقتصاد المصري او انهيار الاقتصاد المصري سؤال رابع برضو ما العلاقة بين حرب الشام حرب الشام الف تمامية اتنين وتلاتين والاقتصاد المصري شايف اسئلة ايه? كل اسئلة دي ايجابتها واحدة. ايه العلاقة بين نزام الاحتقار وبالت الايمان احتقار الواردات وبالت الايمان او ضرب الاقتصاد الصورة الصناعية وضرب الاقتصاد المصري حرب الشام والاقتصاد المصري ودي جات في الامتحان قبل كده الفين وسبعتاشر تعريبا. نخلي بنا هنا. كل اسئلة بتاعت العلاقة هنا انت هتتكلم فيها على ظروف بالت الايمان. نقول اه احتقار محمد علي السياسة الواردات اغلق السوق المصري. محمد علي افل البلد. حيث كان محمد علي يفضل استادرات ويقول ان الدولة القوية تزد استادراتها على وارداتها. فبذلك اغضب الدول الاوروبية وفي مقدمتها انجلترا التي كانت تبحث عن اسواق خارجية بسبب الصورة الصناعية. فاستغلت انجلترا حالة العداء بين محمد علي والسلطان في حرب الشام وعقدت بالت الايمان التي نصت على يلغاء الاحتقار. ثم تم تنفيذ بالت الايمان في اطار تسوية لندن فطلت تبع عليها زي ما قاله سعب حميد سقوط دخول سيادة مناخ الحرية الاقتصادية. ازا باتكلم عن الظرف والنتيج. ما بجيبش بقى عند النصوص ولا بجيب الاطراف ولا بجيب الكلام ده وخلاص. بنجيب النصوء الظروف وايه والنتيج على طول. كل الاسئلة اللي احنا كتب نعمل علاقة الاربعة والخمسة دول اجابتهم واحدة. بنقوله الظروف والنتيج. الظروف والنتيج. الله يخليكم نخلي بنا منها كده. يعني نقدر نقول هنا ان اسئلة الالاقة بتتطلب من مهارة. انا هنا ما جبت السيرة خالص بلت الايمان غير في نقطة واحدة او ممكن ما جيبهاش. ما العلاقة بين الوردات والاقتصاد المصري او ضرب الاقتصاد. العلاقة بين الصورة الصناعية والاقتصاد المصري او ضربه. العلاقة بين احتقار محمد علي او النظام الاقتصادي او ضرب الاقتصاد. اه وهكذا. العلاقة بين حرب الشام والاقتصاد المصري. أسئلة كتيرة هنا على المؤهدة ولسه هنكمل أسئلة عليها برضو بعد ما نتكلم على الأوضاع الاقتصادية في أول مجال عندي في مجال الزراع. تفضل أستاذ أثر سقوط الاحتكار بالنسبة للإنتاج الزراعي بقسمها إلى عدة نقاط النقطة الأولى أن حدث تأخر جمود في أساليب الزراع حدث تأخر جمود في أساليب الزراع. ليه؟ أصبح المزارعين أحرار يزرعون ما يشاءون بالأسلوب الذي يريدونه. تاني حاجة إلغاء ضريبة الدخولية اللي هي 12% في عهد سعيد طيب لو جالي سؤال ما المقصود بضريبة الدخولية الضريبة التي كانت تجمع على الحاصلات والمتاجر المتبادلة من أسواق القرى عند دخول السوق يبقى حدث تأخر جمود في أساليب الزراع إلغاء ضريبة الدخولية 12% في عهد سعيد الحاجة الثالثة احتياج السوق الأوروبية خاصة إنجلترا للقطن المصري. أنا ممكن أخذ الحتة دي صغيرة كده. النتائج المترتبة على احتياج السوق الأوروبية خاصة إنجلترا للقطن المصري أول حاجة ازدهار زراعة القطن في مصر. اتنين ارتفاع سمنه. تلاتة حدثت محاولات لاستحداث أساليب بإدخال نباتات جديدة في عصر إسماعيل. ثم توسيع ملكية الأرض الزراعية من انتفاع إلى الحق في التوريس أو هبتها أو الوقف. يعني لو قلت ما العلاقة بين سقوط الاحتكار وملكية الأرض الزراعية في مصر. هقول توسيع ملكية الأرض الزراعية من ملكية انتفاع ومن حق انتفاع إلى الحق في التوريس أو الهبا أو الوقف. مكابلة معنا نادة من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي كيف مستمر؟ ازاي كيف لسان طيبة. حضرتك طيب. آآ كان عندي سؤال آآ انا مش عارفة احل اوجه النقد وما التقييم. يعني. اوجه النقد. وما تقييمك. ما تقييمك. آآ. هو اوجه النقد يعني انا اجيب الحاجات السلبية والايجابية. اوجه النقد وسؤال تحليلي. آآ. عارف يعني سؤال تحليلي? آآ. فيه طلب اجتري جدا بتتخيل خيال لما قولها توجه النقد الكزا ان هو يجيب العيوب صح? اي. انما أنا بتكلم على النقد هنا زي النقد الادب اللي هو التحليل نفسه. يعني مسلا لما ايقول يا نادة مسلا ما النقد الموجه الى اختيار الشعب لمحمد عيلي الف وتتنمية وخمسة. الشعب لما اختار محمد علي سنة خمسة دي حاجة حلوة ولا وحشة? لما ايه? لما زعمش. اه. لما زعمش عبي اختارة محمد علي. دي حاجة كويسة ولا وحشة? لا دي حاجة كريس. انا بقول لك وجه نقد. طب معنا كده لما تيجي تحلل منطلق العيب مفيش عيب. اه. هتقولي اول مرة الشعب يجتمع ويعزر ويعين وياخد عهود وبعصيك وكذا. طب انت بتعمل لي تحليل هنا. بتعمل لي ايه? تحليل. مسلا ما قولك ما النقد الموجه لمحمد علف مسبحة القلعة. ممكن تتكلم بشكل سلبي وبتعمل تحليل للموضوع. اه. الغدر والخيان للمماليك من خلال كذا. فاهمة? اي. ازا سؤال النقد وسؤال تحليل. يعني بالسلب او بالاجاب. اه جميل. سؤال انت بتحليل الموقف نفسه. اه. انها ما اقولش نقد اتدورها عالعب وتجيبيه. اي. ما هو ممكن اسألك في حاجة فيها اه حاجة نقد هي ميزة. اه. في الحاجة ده اجيب لها عب من اين? طيب. اه سؤال التقييم هو احنا كنا دايما بنتكلم على سؤال التقييم ان هو سلب واجاب. اي. اي. طب تمام. السنة اللي فاتت في الامتحاد نزل سؤال التقييم صحة وغلط. اه. دل في الامتحان السنة اللي فاتت. قال ما تقييمك لموقف كزا. العبارة صحيحة او العبارة ايه? خطأ. خطأ. ازا سؤال التقييم اتغير من الامتحان بتاع السنة اللي فاتت والامتحان اللي قبله. اه. كان الامتحان اللي قبله الفين وسبعتاش تمانتاشر. قالك التقييم سلب واجابي. بتتكلم عن النقطة في صورة سلبه ايه? واجاب. حلو قوي. التقييم الجديد اتغير. بقى سؤال صح وغلط. اه. بقى سؤال انا اجاوب ان هو اما صح يما غلط. صح وغلط يعني ايه? وتعمل له بقى ازبات. ازا كان صح ازبات غلط تفسير. دل لو قل ما تقييمك لمصداقية العبارة. اه. لو فتحها زي ما حدركم قلت في الاول. يبقى سلب ايه. ايه تقييمك سلب واجابي. ما تقييمك للمصداقية. اه. لا بس وجاب ما تقييمك من غير مصداقية وعملها سلب واجابة. اه. صح وغلط. نستنفاكد ما تقييمك لمصداقية العبارة مع ذكر السبب. وجاب تقييمك من غير مصداقية. اه. اه. في حدة في سؤال تاني. تمام. ماشي يا نادا? خلاص ماشي. حاجة تانية? شكرا. طب في عندك اسلة ولا حاجة? اه اه كان عندي اللي هو اه كان في سؤال في الفصل التالت. تفضلي. تالت? اه. فيش حاجة في التاني? لأ. التاني خلصت ازا كتنة تمام? اه تمام. فيش اي مشكلة خالص? اه لأ اي كويس. بتقول ايه? اه بما تفسر اه. اتجاه ملاك الاراضي المصري المصريين. اه. والمستثمرين الاجانب. اه. لستثمار اموالهم في الزراعة. اه. في ظل الاحتلال بريطاني. هو انا اعرف الاجابة. جميل الفضالي. بس اه هم المصريين انتجوا لستثمار اموالهم في الزراعة. بدأ من الانتاج الصناعي لانه محكوم عليه بمنافسة غير متكافأة. بالفشل واعتماد الدولة واعتماد انجلطرة على الزراعة. ايه مصدر اساسي للدخل في الفترة دي فاشتغلوا في الزراعة وصابوا الصناعة. يعني نقول الجزء اللي هو بتاع. اه الجزء رجمه تركم الف بس. اه. الف وبيه. الملاك الف وبيه الاجانب. خلص ماشي. ماشي مع السلامة. شكرا. فدرس. قانون المقابلة الف تمنمية واحد وسبعين. اول حاجة في القانون ده عايزين نعرف ايه ظروف. اول حاجة دخول الاستثمارات الاجنبية وانفتاح المجال امام الاقراض من البنوك الاجنبية ايام حكم سعيد واسماعيل. تاني نقطة واجهت الحكومة المصرية مشكلة الديون. تالت نقطة تخلص من مأزق الديون. طيب ايه نصه? ان لو انا بدفع على فدان الارض عشرة جنيه في السنة. قال لي ادفع مقدما كده ستين جنيه وانا هعفيك من نص الضريبة بصفة مستمرة وتبقى الارض ملكك. يعني يقضي بان الذين يدفعون ستة امثال الضريبة المقررة مرة واحدة يعفونا بصفة مستمرة من نصف الضريبة ويكون لهم الحق في ملكية الارض. طيب ايه نتائجه? نتائج قانون المقابلة كان احد اسباب استقرار المزارعين والفلاحين ثم الاهتمام بيئة الانتاج. يعني انا في النصوص لو جيت قلت مثلا بما تفسر حدوث تغيير في شكل ملكية الارض الزراعية بعد انهيار الاحتكار. هنقول باصدار قانون المقابلة الذي يقضي بان الذين يدفعون ستة امثال الضريبة المقررة على الارض دفعة واحدة حيعفو بصفة مستمرة من نصفها ويكون لهم الحق في ملكية الارض. ده بالنسبة لقانون نتيجته القانون. قانون المقابلة. نتائجه. ما نقولت نتائجه احد اسباب استقرار المزارعين والفلاحين ثم الاهتمام بالانتاج. طيب انكتب برضو شو اتسألها كده معي قبل من عند الزراعة. لما نقول برضو عن هنا فيك زيادة صغيرة او الاستاذ برضو عم حميد لفت نظرنا لها. لما نقول ما نتائج ما نتائج. واحد اصبح الفلاحون اصبح الفلاحون احرار بعد سقوط الاحتكار. بعد سقوط الاحتكار. اتنين سؤال نتائج برضو. ما نتائج زيادة الطلب الاوروبي. زيادة الطلب الاوروبي. على القطن المصري. اه تلاتة. الغاء الاحتكار. نتائج الغاء الاحتكار. بالنسبة للملكية الزراعية. يعني هنا دلوقتي عندي هو ما قالش يا شاب حميد سؤال في الفقرة كلها. طبعا هو الطلب بيحفظ الفقرة ايه? الفقرة كلها الزراعة. هنا انا ببتكلمش عن الفقرة كلها انا بتكلم عن جوزئيات ايه? انا انا حددتها برضو. جميل. القطن الوحده والملكية الوحده. جميل. عملنا هنا السؤال الاولاني ما نتيجة ان اصبح الفلاح احرار. نقول واحد زراعة ما يشاء بالاسلوبة اللذي يريده. اتنين تأخر وجموت في اساليب الزراعة. اصبحت النقطة لك هوا واحد هنا ايه? سؤال. ايابة في السؤال. وسؤال صعب. اه. لانها جزئية صغيرة. انت لما بيجي لك سؤال اصر سخط الاحتكار على الزراعة كلها سهل بتكتب كل اللي عندك عناوين وبتعدى عادل زي الفل. انما لما اجيب لك النقطة الاولانية ما نتيجة ان اصبح الفلاح احرار. نقول واحد زراعة ما يشاء بالاسلوبة اللذي يريده? اتنين تأخر وجموت في اساليب الزراعة. طب النقطة التانية ما نتيجة زيادة الطلب على القطن المصري? نقول ارتفع ثمنه. وانتعشت زراعته. وادخلت محاولات لطلقية اساليب الزراعة. طب تمام. عملنا القطن تلات نقطة. طب السؤال التالت لما اجيب اقول لي ما نتيجة سقوط الاحتكار بالنسبة الملكية الزراعية? ركز معي بقى هنا. السؤال ده اللي مهم اوي. اوي اوي. توسيع حق الانتفاع. فاصبح من حق المنتفع ان يهب او يوقف او يورس الارض لمن يشاء. حق الانتفاع اللي هو حق الاستغلال او الايجار. يعني الفلاح مش هيمتلك الارض. لا ده ارض الفلاح. بس بدل ما ايه بخليك تزرع فدان. تاني يوم ان اليك فدان تاني. ان اليك فدان تالت فبتعمل اهمال. لا. انت زرع الفدان. مدامت اه الدرائب الموجودة انت بتتفحها. او المحددة بتتفحها. فلا بقولك ايه بقى? خلاص ازرع الفدان طول العمر ومن حقك احتهبه بعد موتك لحد اجراء مكانك برضو بالايجار. او توقف تديل اي حاجة مسجد كنيسة مؤسسة حكومية او توارس تديل اي حد من عائلتك او يخصك. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية بقى مهمة جدا. اصدار قانون المقابلة. ركز معايا. اصدار قانون المقابلة بنوع من انواح تغيير الملكية الزراعية في زل سكوت الاحتقار. ازاي? زي ما شرح الاستاذ يدفع الفلاح ست امثال الضريبة او الذين يدفعونا ست امثال الضريبة مقدما للدولة. مقابل عشان كده بقول قانون مقابلة. لهم حق الامتلاك ملكية قانونية والاعفاء بعد ست سنوات من نصف الضريبة. الامر اللي قد الى استقرار الملكية الزراعية لاهتمام بالانتاج. تمام كده معايا? ازا لما اجا اتكلم على اثر سقوط الاحتقار على الملكية الزراعية بنتكلم عن نقطتين. توسيح حق الانتفاع وبنقول نص قانون المقابلة. طب السؤال برضو المهمة وده جاه في الامتحان قبل كده. وبرضو سؤال صغير قوي. ما النتائج المترتبة على اصدار قانون المقابلة? الطلبة كتبت نص القانون. لا انا مش عاوز نص القانون. نتيجة اصدار القانون الناس اشترط الارض. طب الناس بعدها مشترط حصل استقرار مش هيخرجوا من الارض. مع الاهتمام بالانتاج لانه بيزرع ارضه فهيطور الايه? الانتاج. طيب سؤال عكس اعكاس كده هنمليوه نكتبه مع بعض. ونشوف هل السؤال ده? ليه معانا فعلا ايه? حاجة من الصحة. لا لا. ما العلاقة بين? ما العلاقة بين? ما العلاقة بين? سقوط الاحتقار. سقوط الاحتقار. وازدهار الاقتصاد المصري. وازدهار الاقتصاد المصري في الزراعة. طب هل السؤال ده صح? انت قلت نسقوط الاحتقار عندي يا ساب حميد. قدل انهيار ولا ازدهار? بالنسبة? بالنسبة للزراعة. في الاول حدث جمود. اه جمود في الزراعة. تمام كده? طب بنقول هنا بقى بالنسبة لايه? هنا من عنده الاقط. اه جميل بنقول ما العلاقة بين سقوط الاحتقار وايه? ازدهار الاقتصاد في الزراعة. جميل. بنتكلم عن الاقط توسيح حول ايه? الملكية. طيب سؤال تاني برضو. اه ما العلاقة في نفس السؤال? ما العلاقة? بين الازمة المالية. الازمة المالية. خلي بالك من السؤال كده? وازدهار وازدهار الاقتصاد المصري. السؤال هنا اكسي اكاس صح? اه. يعني ازاي في ازمة ايه? في ازمة مالية. وازاي في ازدهار? ازدهار الاقتصاد اه. جميل. طبقا هنا ازدهار لان فيه ديون على البلد. البلد بعت الايه? الارض. الارض. تبقى لقانون الايه? والفلاح دفع ستة امثال الضريب. طب مقابل زلك بقى فيه استقرار وفيه اهتمام بالايه? اهتمام بالانتاج. خلي بالك انا من السؤال. بص في السؤال تاني عندك كده. ما العلاقة بين الازمة المالية? حد تقول لي فيه ازمة مالية تؤدي لازدهار الاقتصاد? طب ما تقول ازدهار الزراعة وخلاص? لا ما ينفعش اقول لك ازدهار الزراعة بقى. انا عايز اخليها ايه? عام عشان انت تدور عليها. لما تقول لي انا الازمة المالية ودخول الاستثمارات الاجنبية خاصة في عهد سعيد واسماعيل. وعجز الحكومة عن سادات الديون فقامت الحكومة ببيع الارض من خلال قانون المقابلة. جميل. بيعنا الارض. نظرا لبيع الارض بسبب الديون حصل استقرار للفلاح. الفلاح استقر في الارض. طب الفلاح استقر في الارض اللي اشتراها من الدولة. مما ادى الى الاهتمام بالانتاج او زيادة الانتاج. فده ادى الى ازدهار الاقتصاد فين? في الزرع. نخلي بنا من الحاجات الغريبة دي. وايه? ونركز على لا خليكم. نبدأ تاني. اثر سقوط الاحتقار على الصناعة. اتفضل يا استيس. اثر سقوط الاحتقار على الانتاج الصناعي او الغالي احتقار. اول حاجة قلة انتاج مصانع الدولة بعد اغلاق معظمها. يعني مصانع الدولة. اغلق معظمها فقل انتاجها. تاني حاجة تدهور وكساد الصناعات الحرفية الصغيرة. ليه? مش قادرة نافس الانتاج الاوروبي اللي غمر السوق المصرية. حتى اختفت بعض الصناعات الحرفية خاصة في القاهرة. يبقى اثر سقوط الاحتقار عندي. قلة انتاج مصانع الدولة بعد اغلاق معظمها. تدهور وكساد الصناعات الحرفية الصغيرة. لكن زي ما لسنا احنا توضح في الزراعة. انت بتقول انهيار فانهارت الصناعة. لا في بعض الصناعات انتعش. زي اصدارت بعض الصناعات الحربية. اواخر عهد عباس. واوائل عهد سعيد. يبقى اصدارت. ودي جات اختار قبل كده في الابتحان. اصدارت بعض الصناعات الحربية في مصر. اواخر عهد عباس واوائل عهد سعيد. ممكن برضو اقول في الحتة دي رسول احمد بما تفسر استفادة مصر من حرب القرب. تمام. ممكن برضو اقول ما العلاقة بين روسيا والتصنيع الحربي في مصر. الاجابة واحدة. الاجابة هي اشتراك مصر في حرب القرب بين تركيا وروسيا الفترة من الف تمنمية تلاتة وخمسين لالف تمنمية تلاتة وستين. ستة وخمسين. ستة وخمسين بناء على طلب السلطان العثماني. يبقى عندي هنا بما تفسر اصدار بعض الصناعات الحربية. اواخر عهد عباس اوائل عهد سعيد. عندي استفادة مصر من حرب القرب عند العلاقة بين روسيا والتصنيع الحربي في مصر. برضو وصلت الصناعة انتعاشها في عهد اسماعي. انتعاش الصناعة في عصر اسماعي. هنقول نمرة واحد استمر انتعاش بعض الصناعات عشان سببين. زيادة عدد الجيش المصري. رفع القيود عن بعض المنتجات الحربية بتجديد المصانع القديمة. واقامة مصانع جديدة. ممكن في النقطة دي بس نقول يا سيد احمد السؤال اللي جاء قبل كده ما العلاقة بين الجيش وازدهار الصناعة المصرية. بعد كده انتعاش بعض الصناعات التجهيزية. وجد في الامتحان السنفات تحددها. الصناعات التجهيزية زي ايه تجهيزي. انا عندي القط. مثل حلج القط. استخراج الزيوت. دبغ الجلود. ثم انتعاش الصناعات التحويلية. بحول حاجة من حاجة. زي صناعة ايه? عندي قصب السكر بطلع منه السكر. عندي القطن بطلع منه الغزل والنسيج. ثم صناعة الورق. ده كلها امتعاش الصناعة في عصر اسماعين. زي ما جات في الفين وستة. وطلعنا سؤال العلاقة بين الجيش وازدهار الصناعة. ثم شرحنا الصناعات التجهيزية والصناعات التحويلية. تماما. اه من الاكتر حاجات اللي انا بخاف منها. وقلت هنا السنة اللي فاتت عالترابيزة وانا شغال في الامتحان انا بخاف من الصناعة. انا مش بخاف عشان انا اللي همتحن. انتو اللي هتمتحنوا. وزي ما شفنا السنة اللي فاتت. اه. اطلب خسر ست درجات في الصناعة. صح? خسر ست درجات. اه. اطلب يقسر ست درجات في الصناعة. ليه ده الصناعة? يعني انت فاكرة كلها صغيرة كده ما تجيش خمس سطول. ليه تقسر فيها ست درجات? يعني السؤال اللي جاء هو وقالك وضح ما الوسائل التي اتبعها محمد عالم في الصناعة لبناء القوى الزيتية. كان عايز تطبيق الاحتقال على الصناعة الناس كتبت الجهود. النقطة التانية اللي جات وضح اهم الصناعات التجهيزية في عصر اسماعيل. تلت كلمات. دبغ. دبغ الجلود. حلج القطن. صناعة الزيوت. انت بتجهز الحاجة بتحلج القطن بتشيل البزر اللي فيه. كده انت جهزته للتحويل المنسوجات. الدباغة نظفنا الجلد عشان نصنعه بعد كده. الزيوت العصر الكامل بدون تنقية. دي الواحدة بس. الواحدة بس. يعني اللي قلت لك كلمات ياخد درجتين صح? كان بدرجتين. اه. يعني تلت كلمات بدرجتين. طب احنا نقدر نشتيك ونقول ان الامتحان كده وحش لا مش وحش. ده هو الراجل قال لك ان الامتحان طويل فاحنا جبناله جزئية ايه? صغير. عشان يعرف يحل وياخد درجة. وفي الاخر محدش حل. فالركز بقى في الحاجات دي. الصناعة تاني. اللي بسمعنا ولي بسمعناش الكل. الصناعة انا شخصيا بخافت منها لو جات في طريقة استنتاج. هي لو جات زي زي زمان كتب تيجي على بعضها ووضح اثر سقوط الاحتقار على الصناعة ابنكت مع ناصر. اه. بس. اول فرن. بس. طيب هنشوف اول سؤال معي كده في الصناعة. انا اخد لكم الصناعة عمل لكم فيها حوال اربع او خمس اسئلة. اول سؤال بما تفسر. تفضي يا رئيس. بما تفسر خلي بالك معي في السؤال. قلة مصانع الدولة. قلة انتاج مصانع الدولة. قلة انتاج مصانع الدولة. واغلاق معظمها. واغلاق قلة انتاج مصانع الدولة واغلاق معظمها. بعد سقوط الاحتقار. ليه مصانع الدولة انتاجها قال وتقفلت بعد سقوط الاحتقار. ده السؤال الاولاني. طيب السؤال التاني. تدهور. فسر برضو تدهور. الصناعات الحرفية. تدهور الصناعات الحرفية الصغيرة برضو بعد سقوط الاحتقار او بنقول في عهد خلافاء محمد علي لان الاحتقار هنا سقوطه كان في عهد عباس وسعيد واسمائل رقم تلاتة اه انت عاش الصناعة الحربية انت عاش الصناعة الحربية انت عاش الصناعة الحربية برضو بعد سقوط الاحتقار اه رقم اربعة انت عاش الصناعة الحربية في عصر اسماعيل انت عاش الصناعة الحربية. انت عاش الصناعة الحربية في اواخر عاصر اسماعيل. ده دي يا سيئلة مباشرة السيدة عم حميد صح? اه. دي مباشرة. يعني النقطة الاولى بس اللي ممكن يكون فاق ايه? كلام. الاولى اه. اه. لما قول عندك انا بص لقولها كده اكتب لقولها معي بما تفسر قلة انتاج مصانع الدولة واغلاق معظمها بعد اسقوط الاحتقار. ليه انتاج مصانع الدولة قال? وتقفل معظمها بعد اسقوط الاحتقار. لقول الواحد ده نظرا لدخول استثمارات اجنبية في مجال المال والانتاج. بمقتضى اتفاقيات ومعاهدات تجارية مع مختلف الدول الاوروبية. انفتح السوق المصري ودخل المنتج الاجنبي. اتنين سيادة مناخ الحرية الاقتصادية. حضرتك ايام محمد علي كنت مجبر تشتير انتاج محمد علي. سيط الاحتقار البلد اتمالت منتجات اجنبية مختلفة. تشتير الارخص والاحسن. فقبيه حرية اقتصادية. الحرية هنا لصالح المنتج الاجنبي اكتر من المنتج المصري. مما قد الى قلة انتاج المصانع ما بتبيعش راح تقفل المصانع. تسهلتوا عليهم كده السهل. ايه? ممكن تقول لهم ما لا علاقة بين بلطة اليمان ومصانع مصر. معلش هادينة بنقول بات دولوتر الانية. ماشي. السؤال التاني. لما نيجي نقول تدهور الصناعة الحرفية. ايه الصناعة الحرفية ده ورد عدم القطرة على منافسة الانتاج الاجنبي? اتنين الانتاج الاجنبي غمر السوق المصري. مال البلد. تلاتة اختفاء الصناعات من القاهرة او بعض الصناعات من القاهرة. القصة في حرب القرم. ركز بقى في حرب القرم دي ارجوك بطريقة كبيرة. حرب القرم الف تمنمية تلاتة وخمسين ستة وخمسين اخر عهد عباس اول عهد سعيد اشتركت مصر بنان على طلب السلطان العثماني للدروسي. انا حطيت السؤال ده. اللي هو بما تفسر انتعش الصناعة عشان اشتركنا. طب هنعمل لها اسئلة علاقة. سؤال علاقة. ركز في حرب القرم. حرب القرم مهمة وخاصة اللي انا هقوله ده. اول سؤال عندي. لما قول ما العلاقة? ما العلاقة بين? ماشي يا رئيس ما العلاقة بين? روسيا والاقتصاد المصري. روسيا والاقتصاد المصري. خلي بالك كده? طب هقول السؤال تاني تحتها? ما العلاقة بين روسيا? واوضاع واوضاع مصري السياسية. ماشي. طب هنا فيه فرق اجابة بين الاتنين. روسيا عندي لها تأثيرين. تأثير اقتصادي وحربي على مصر. وتأثير سياسي على مصر. ركز في السؤال اللي عندي كده? العلاقة بين روسيا والاقتصاد المصري. نقول انت عشد الصناعات الحربية. النظر اللي اترك مصر في حرب القرم بين السلطان العثمان وروسيا. اخر عهد عباس واول عهد سعيد بناء على طلب السلطان. او السؤال لأبي صاحب حميد التصنيع الحاربي. طب النقطة التانية ما العلاقة بين روسيا واوضاع مصر السياسية? نقول استغل علي بيك الكبر حرب السلطان العثماني مع روسيا وانفرق بايه? بحكمة مصر. طرد الوال ومنع والكلام ده كل. شايف روسيا عملتها عندي? عملت لسه صاحب حميد لحظة? خلي بالك معايا. تاني ما العلاقة بين حروب السلطان العثماني? حروب السلطان العثماني. حروب السلطان العثماني. الخارجية. الخارجية والاقتصاد المصري. انا لو كلمت عن التصنيع الحربي السؤال هي وبقى سهلة قوي. انهم نحطها في سورة اقتصاد لان التصنيع الحربي كنت نعتبر دونها من الاقتصاد. صح. ماشي صناعة حربية. نفس الكلام هيش سلطان اشترك حرب القرم مصر اشتركت واحدة كزا. نخلي بقى اثبت. اخر النقطة ما عليش سباح ميت طاعبناك. اثبت التزمت. التزمت. ايت بالادلة او اثبت التزمت. مصر عسكريا. عسكريا بمعاهدة لندن. مصر التزمت عسكريا بمعاهدة لندن. معاهدة لندن كانت سنة كم يا ولاد? الف تمنمية واربعين. المعاهدة قال ايه قوات مصر البرية والبحرية جزء من قوات السلطان وفي خدمة السلطانة. تمام? ركز معايا. النص هنا سنة اربعين. النص سنة اربعين. القوات مصر البرية والبحرية جزء من قوات السلطان وفي خدمة السلطانة. يعني السلطان لو احتاج مصر في اي وقت تروح تساعده زي محمد علي ما كان بيساعده. تمام. طب اثبت بقى ان كنت التزمت عسكريا بنص المعاهدة. تقول اه اشتركت مصر في حرب القرم الف تمنمية تلاتة وخمسين. تبقى ده اثبات ولا مش اثبات. وجا في الامتحان ده قبل كده. جا في الامتحان تالي من الفين وستاشر او سبعتاشر حاجة زي كده. فهنخلي مانا من اللقه دي. خلي بالك من الصناع الله. خليكم خلي شوف نقطة واحدة حرب القرم عملنا فيها في المادي. وفيها اسئلة تانية كتيرة برضو حرب القرم. فيها اسئلة كتيرة. فهنخلي مانا من النقه دي. وروسيا برضو محمد الشام يا بس زح. اه. يعني روسيا كده احنا كده الوقتي روسيا احنا اخدنا الوقتي كده احنا اخدنا ايه? بص معي. احنا عندنا موقفين انت ما عليش هنكتبهم وتحنا بها نتعبك. ماشي. حدد التناقض. ما عليش سؤال سؤالين مهمين. حدد التناقض. حدد التناقض. للعلاقة. للعلاقة بين روسيا والدولة العثمانية. روسيا والدولة الايه? العثمانية. في القرن التمنتاشر. في القرن التمنتاشر. نفس الكلام يا سيد حميد برضو روسيا والدولة العثمانية. التناقض بروسيا والدولة العثمانية. في القرن التلساعتاشر. تمام كده? تمام. ماشي. النقطة الاولانية هي التناقض من روسيا والدولة العثمانية في القرن الثمنتاشر هتقول سنة 1768 حربت روسيا الدولة العثمانية وتلك الحرب اللي تستغلها على بكل ايه طبعا هنا في علاقة ايه عادية ايه في نفس القرن الثمنتاشر 1799 عقد السلطان اتفاقية مع روسيا وانجلترا ليخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقرن العسكرية اذا اندود دهو طبعا هنا في تناقض عندي من روسيا والسلطان في القرن الثمنتاشر 1768 حرب السلطان مع روسيا استغلها على بكل كبير 1799 اخر سنة في القرن ايه علاقة ودية انه روسيا والسلطان وانجلترا عمل مؤحدة ضد نابليوني علاقة ايه ودية والقولة عادية طيب نخش على القرن التسعتاشر فيه تناقض برضو اه فيه تناقض نقول 1833 عقد السلطان العثمان اتفاقية مع روسيا دفاعية هجومية سرية التزم كل طرف بمساعدة الطرف الاخر في حالة الدفاع او الهجوم ضد الخطر الداخلي او الخارجي يعني كان فيه ود بين السلطان العثماني وروسيا ضد محمد علي بعد صلحه كتاهية يفتكر بقى كوي السنة كده كان زمان بيسموه معادة خنقارس كالاسو والاسم الحزر اسمها معادة 1833 معادة دفاعية هجومية سرية بين السلطان العثماني وبين مين؟ روسيا دا ود طيب هنا عندنا حرب القرم ايه 1853 لالفتمنمية ستة وخمسين حرب القرم بين السلطان العثماني وروسيا عداء طبعين علاقة روسيا بالسلطان العثماني تنوعت ما بين الود والعداء في القرنين السامن عشر وآيه والسبع عشر نخلي بالنا الله خليكم ما العلاقة بين صلح كتاهية والاتفاق الروسي العثماني تمام آآ نخلي بالنا الله خليكم احنا جدنا لكم اشكال التناقض دلوقتي والصناعة دخلتنا بحاجات ايه كتيرة طبعا برضو عندي لما نيجي نقول ما العلاقة بين مشروع استقلال اسماعيل والصناعة المصرية خلي بالك نكتب بعد ذلك يا رئيس ما العلاقة بين مشروع استقلال اسماعيل انت عندك مقاعدة لندن الفتمنمية واربعين وفرامان واحد ما العلاقة بين مشروع الاستقلال مشروع الاستقلال للخدوى اسماعيل مشروع الاستقلال للخدوى اسماعيل والاقتصاد المصري والاقتصاد المصري هتقول لي يا استاذ اسماعيل حصل بموجة فرامان 66 على حق ذات الجيش الى كام وبنال على ذلك رفعت القيود عن بناء مصانع الاسلحة والزخيرة والمعدات الحربية وتم فتح المصانع القديمة وانشئة مصانع ايه جديدة واصدارت الصناعة التجهيزية مثل حلق القطن والدباغ والزيوت والتحولية مثل المنسوجات والورق والسكر كده احنا يعتبر غطينا الصناعة برضو فيها سئلة كتير عايز تفضل تول حاجة لا هنكمل التجارة بقى لو في حاجة في الصناعة تاني الصناعة كده تمام الصناعة مهمة مهمة طبعا ده في كل فصل ايه مش قصة سبع مرات اه موجودة في الكتاب عندي سبع مرات بس يا القصة مش في السبع مرات القصة انه ما بيجيبش موضوح كامل في الصناعة من السبع انه هو بيسأل في شزارات صغيرة من اين من الصناعة وده اللي حصل في السنين اللي فاتت يعني هنا في كم جزئية في تفصل تلك كم جزئية في الرابع مثلا في وزارة سعد الزغلول في ثورة يوليو ممكن تقسمها لمصانع لعمال يعني بتقسمها كويس هي القصة بس انه بيسأل في نوع داخل العنصر نفسه انما بيسألش في الصناعة كلها دي اسألت استخلاص اه يعني لو سألوا وقالي الصناعة بعد سقوط الاحتكار هي سهلة بالنسبة للطلبة انما لما يخش في الاسئلة اللي احنا كلمنا فيها دي بيكون ايه لا كتير اه صعبة شوية ومحتاج التركيز تفضي يا رئيس نتاج الغاء سقوط الاحتكار على التجارة او ممكن اقول كده ادى سقوط الاحتكار الى تخفيف القيود عن التجارة المصري ممكن برضه اقول ان التجارة بتعتبر اقل عناصر الاقتصاد المصري تأثرا بسقوط الاحتكار لم تتأثر التجارة الداخلية كثيرا بزوال الاحتكار بقول ثلاث حاجات سمحة سمحة قامة سمحة سمحة قامة سمحة للمنتجين الزراعيين انهم يعملوا حلقات بيع الانتاج بالمزايدة بدل طريق الشون الحكومية سمح للتجار الانجليز وده كان ممنوع قبل كده بالاتجار في المنتجات الزراعية والصناعية وباعها داخل مصر وتصدرها للخارج ضد الوردات ثم قام الاجانب بتوريد ما تحتاجه السوق المصرية من منتجات يبقى قلنا نتاج الغاء سقوط الاحتكار على التجارة قلنا ادى سقوط الاحتكار الى تخفيف القيود عن التجارة قلنا كانت التجارة اقل عناصر الاقتصاد المصري تأثرا بسقوط الاحتكار وقلنا الاجابة سمحة سمحة قامة بعد كده في اثر سقوط الاحتكار على النقل والمواصلات او زي ما تقال في 2016 اتساع شبكة النقل والمواصلات بعد سقوط الاحتكار بنقول نمرة واحد انا نتيجة والسؤال ده برضو جيبقى في 2018 نتائج زيادة حجم التجارة ونشاط الاجانب في الاستراد والتصدير بعد سقوط الاحتكار واحد انشئ خط سكة حديد بين القاهرة اسكندرية القاهرة السويس تاني حاجة تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية وتوسيع شبكة البرق والبريد ثم تأسيس شركتان للملاحة برؤوس اموال اجنبية في عهد سعيد شركة بحرية وشركة نيلية ندخل على قناة السويس ولا هتقول في التجارة سئلة ايه التجارة بس فيها سؤال واحد بس هنا التجارة تعتبر النشاط الوحيد الذي لم يتأثر كثيرا بزوال الاحتكار يعني النقطة دي مهمة او نعم التجارة هي النشاط الاقتصاد الوحيد الذي لم يتأثر بزوال الاحتكار من حيسي بقى السيد عبدو من حيس ايه تخفيف بعض القيوة اه لا من حيس حجم التبادل اه يعني في ظل تطبيق الاحتكار حجم النشاط شغال بعد سكوت الاحتكار برضو حجم نشاط ايه شغال فالك التجارة هي الوحيدة التي لم تتأثر كثيرا بزوال الاحتكار سمح للفلاحين البيع بالمزاد سمح لاجانب الاتجار في المنتجات الزراعية الصناعية امد السوق المصري بكل ما تحتاج ليه من المنتجات ونظر اللي زادت حجم النشاط التجاري تم توسيع وتطوير شبكة النقل والمواصلات هي لما جات في المتحان كان نوزج اللي جابها غلط في السؤال تعريبا كان في الفون وسبعتاشر لما قال ايه اه وفي سبتاشر قلبي ما تفسر اه قلبي ما تفسر اتساح شبكة النقل والمواصلات ساعتها كان عايز التجارة مش عايز النقل والمواصلات لسأل النقل والمواصلات هو قال بما تفسر اتساح سبكة النقل. النقل والمواصلات. نظراً لزيادة حجم النشاط التجاري ونشاط الاجانب في التجارة بنشرح التجارة. وفي 18 كان جاي نتائب كان مباشر. اه. هي سؤال مهمة على فكرة. اه. النقل والمواصلات مهمة والتجارة مهمة. كده احنا عندنا خدنا كم نقل والمواصلات خدنا اتنين. اتنين. نقل والمواصلات في عهد محمد علي وده في عهد سعيد. اه. ده في عهد سعيد. لما هو لك من نتيجة المترتبة على زيادة حجم النشاط التجاري في الاستيراد والتصدير للتجار الاجانب في عهد سعيد. هنيجي متكلمين على ايه? عن النقل والمواصلات. ما نتائج زيادة حجم النشاط التجاري في الاستيراد والتصدير على يد الاجانب في عهد مين? سعيد. بنتكلم على النقل والايه? والمواصلات. اه. نبدأ نتكلم على اهم الموضوعات عندنا برضو موضوع شركة قناة السويس. اتفضل يا رئيس. مشروع حفر قناة السويس ده يعتبر اهم المشروعات اللي ظهرت في مناخ سقوط الاحتكار ودخول الاستثمارات الاجنبية مشروع قناة السويس نبدأ نقول ايه اهميته تسهيل مرور التجارة بالمناطق التسويق والاستهلاك والمواد الخام في الشر وبين مناطق الانتاج الاوروبية في الغرب دي اهمية يعني انا اول حاجة بقول هو اهم المشروعات اللي ظهرت في مناخ سقوط الاحتكار وفي دخول الاستثمارات أهميته تسهيل مرور التجارة بين التسويق والاستهلاك والمواد الخام في الشرق من مناطق الانتاج الأوروبية في الغرب هل حكام مصر أسرة محمد علي اتفقوا على المشروع فبقول اختلاف موقف محمد علي وسعيد باشا من مشروع قناة السويس أولا محمد علي عارفين أن بين البحر المتوسط وبين البحر الأسود مضيق البصفور البحر الأسود ده أخذ التجارة في شرق أوروبا مع معظم أسيا ويمكن منطقة القرن أو منطقة أو البصفور بالذات ده سبب مشاكل عديدة بين روسيا والدولة العثمانية فمحمد علي قال كلمة وتحققت بعد كده قال لا أريد بصفورا في مصر قال فعلا بعد قناة السويس ما تحفرت وفتتحت 1869 بدأ التدخل الأجنبي من 75 ل82 82 تم الاحتلال فمحمد علي قال إيه لا أريد بصفورا في مصر إشارة إلى مضيق البصفور التركي اللي كان سبب تدخل الدول الأوروبية في السياسة التركية عشان يضمنوا حرية الملاحة في مضيق البصفور أما سعيد باشا وافق على منح الامتياز لصديقه المهندس الفرنسي فردنان ديليسيبس وكلنا عارفين قصة صداقتهم في إيطاليا أثناء دراسة سعيد في أوروبا والحاجة التانية إنه هو إداهم احتكار استثمار لمدة 99 سنة من تاريخ الافتتاح اللي هو كان في شهر نوفمبر زي الشهر اللي احنا فيه بالتحديد 17 نوفمبر 1869 طيب شروط الامتياز شروط الامتياز أنا مبص فيها كان جات مرة واحدة في الامتحان يوسف أحمد في 2004 اللي كانت شروط امتياز قناة السويس مظهرا من مظاهر التدخل الأجنبي طبعا هي دلع ضعف الإرادة السياسية رغم أهميته التجارية ممكن برضو نقولي الجوانب السلبية فأنا هنا عملت يا أستاذ أحمد جبت الحاجات اللي تخص الحكومة المصرية حاجات اللي تخص الشركة ثم الامتيازات الأخيرة فبنقول هنا حضرات تتنازل الحكومة المصرية للشركة عن الأراضي المطلوبة لحفر القناة اللي هي ما بين القلزم السويس وما بين الفرمة فبور سعيد الحكومة تتنازل للشركة عن الأرض دي عشان تتحفر دون أو مع الإعفاء من الضرائب كمان الحكومة المصرية تلتزم بحفر ترعة اللي هي ترعة محمد علي لتوصيل المياه العزبة للعملين في المشروع تقدم الحكومة المصرية أربع أخماس العمال من المصريين يبقى كده إن شاء الله السيد أحمد بعد ما نخلص الفقرة وقول أسئلته حنركز قد الحكومة المصرية طب الشركة للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد مقابل تعويض مالي عادل ما حصلش للشركة حق استخراج المواد الخام من المناجم والمحاجر دون ضرائل طب في المقابل إيه اللي يحصل تحصل مصر على 15% من صاف الأرباح مقابل الأراضي والامتيازات الممنوحة للشركة 15% بس تحصل مصر على 44% من أسهم الشركة ليه؟ من أجل تسديد الديو يبقى أسمناها هنا الحكومة المصرية الشركة الامتيازات اللي في الآخر نفضل السيد أحمد طبعاً قلنا دلوقتي نزل ما أوضح الأستاذ محمد علي رفض المشروع الوقت اللي أغرف حاجة بقول لك كده مشروع قناة السويس بنص كتاب المدرسة من أكبر المشروعات الاقتصادية التي ظهرت في مناخ سقوط الاحتقار طب ليه القناة يعني كانت ضرورة بعد سقوط الاحتقار أهلا بنعرف القناة كتعرف جغرافي تصل بين البحر الأحمر والبحر المتواصل تمام تعرف الاقتصادي بقى تصل بين مناطق المادة الخام ومناطق الاستهلاك والتسويق مادة خام استهلاك تسويق كل دي فيهم في الشرق ومناطق الانتاج والتصنيع في الغرب يعني انت محتاج انك انت تشيل المادة الخام تودها أوروبا يحصل لها تصنيع في أوروبا بقت انتاج ترجع تيجي المادة تاني هنا بعد ايه بعد الانتاج تتسويق هنا وتتبع فيهم في الشرق وتبقى احنا منطقة اسواق واستهلاج ليه الكلام دا كان فيه مناخ سقوط الاحتقار لان محمد علي قبل سقوط الاحتقار كان قافل السوق المصري وقافل المنطقة بتاعتنا كلها وكنا منطقة انتاج ركز معايا احنا قبل سقوط الاحتقار كنا منطقة انتاج مش محتاجين حاجة من برة وكنا بنصدر لبرة بعد سقوط الاحتقار تحولت المنطقة الشرقية الى منطقة استهلاك واسواق ومادة خام فكان لابد من تسهيل المواصلات التي تحمل المادة الخام الى اوروبا للتصنيع ثم العودة بعد ذلك للتصويق فكان لابد منحفل القناة فهمت ليه بقول ملاغ او قناة السوء من اكبر المشروعات التي ظهرت في ملاغ سقوط الاحتقار زي ما اوضح الاستاذ محمد علي رفض معاليلة لعورد بصفور من اخر في مصر ورفض القناة وتأجل المشروع جاء سعيد منح الامتياز لصديقه فرانديان شركة الفرنسية هتحفر المشروع وحق الانتفاع 99 عام طيب تمام مصر دست على نفسها قوي زي ما اوضح الاستاذ الشروط تنازل مصر عن الاراضي الزام مصر بحفرة ترع العزبة مصادرة الاراضي المملوكة للافراد للشركة حق استخراج المادة الخام من المناجد دون رسوم تقدم مصر اربعة تخماس العمال اللازمين للحفر تمانين في المية مقابل هذه الامتيازات الممنوحة للشركة الفرنسية تحصل مصر على خمستاشر في المية من صاف الارباع اربعة واربعين في المية من صاف الاسهم هتاخد مصر مية سبعة وسبعين الف سهم من قصل ربعمائة الف سهم والنسبة دي على فكرة احنا ما خدناهش ايه كتنازل ده ساعات كان مشتريهم اساسا يعني ساعات كان مشتريهم اساسا ايه باسم مصر طيب نيجي نقول هنا سؤال ليه يا صاح حميد بقى سعيد بالرغم من ايه من اقباره على المشروع لم يقم بحفر القناة واعتمد على الشركة الفرنسية ليه سعيد اعتمد على الشركة الفرنسية ركز معا كده هنكتبلوكم السؤال ده وهنسيبهولهم للمرة اللي جاية ان شاء الله بما تفسر اعتماد سعيد باشا بما تفسر اعتماد سعيد باشا على الشركة الفرنسية في حفر قناة السويس. ليه سعيد ما حفرش القناة لوحده بالرغم ان احنا قدمنا تنازلات كبيرة ولاعتبادنا على الشركة الفرنسية في حفر قناة الايه السويس? الايه الشركة بالرغم انها مظهر من مظاهر طبعا التطور في المواصلات الا انها او النص كان نفسه يعتبر عندي مظاهر ضعف الاراضة السياسية والتدخل الايه العجنبي. كان في عندي سؤال بقول ماذا يحدث ازا وافق محمد علي على المشروع? فضل الرئيس? ماذا يحدث ازا وافق محمد علي على مشروع القناة? لو وافق محمد علي على على مشروع حفر قناة السويس لبدأت مبكرة منذ عهد محمد علي بدأت تدخل الاجنبي بمبكرا ربما تغيرت بعض شروط حفر الامتياز. جميل. يعني محمد علي كان اقوى من سعيد. اه بنتكلم فضو شخصية محمد علي القرية ان الامتياز اصبح في صالح مصر. في صالح وصلنا لنهاية الحلقة سريعا. اعزائي الطلاب في نهاية الحلقة بنتوجه بالشكر. سبح حميد حسين شكرا سبح حميد. وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين يا ولاد. كل سنة وانت طيبين. ناكل حلوة كده وانزاكر وايه? يعني اه نبتهل في الايام الكريمة المباركة دي بمناسبة المولد نبوي. كل سنة وكل مصر بخير وطيبين. وكل آآ اسرة قناة مصر التعليمية طيبين. ناس اللي بتتعب وبتشق معانا جامد والله وتوفر لنا الوقت والمجهود ده. بنشكرهم وانا بشكرهم بنية خاصة. آآ ربيني بلكلهم على مجهودهم معانا وكل سنة هم طيبين. مع عرق تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.